اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا ثانيا للاشتباه في ضلوعه في جريمة طعن بجنوب لندن يوم السبت افضت الى مقتل امرأة حبلة في شهرها الثامن وتبلغ من العمر 26 عاما واعلنت الشرطة اسمها وهو كيلي ميري فوفريل ولا يزال مولودها الذي ولد في موقع الجريمة ثم نقل للمستشفى في حالة حرجة وقالت الشرطة انها اعتقلت الرجل الثاني البالغ من العمر 29 عاما وتحتجز والقت السلطات في البداية القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه في ضلوعه في القتل لكنها افرجت عنه بعد ذلك غير انه لا يزال قيد التحقيق في انتظار مزيد من المعلومات واشارت الشرطة الى ان الدافع وراء الجريمة لم يعرف بعد ترجمة نانسي قنقر